اكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر عن اعتزازه وتقديره لكل جهد وطني مخلص يبذل في سبيل رفع اسم البحرين عاليا في كافة المحافل الإقليمية والدولية منوها سموه بما تحصده المملكة من مراكز متقدمة في شات المجالات والتي تعكس إرادة صلبة لدى أبناء المملكة لتحقيق المنجزات التي تسهم في رفعة وطنهم وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل في مجلسه بقصر الإقضابية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة الملكة الكريمة وكبار المسؤولين وخلال اللقاء تشرف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان الخليفة بتقديم الدعوة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحضور حفل زواج سمو الشيخ حمد بن سلمان بن محمد الخليفة حيث أعرب سموه عن تهنيه لسمو الشيخ حمد بن سلمان الخليفة بهذه المناسبة متمنيا له زواجا ميمونا وحياة سعيدة وقد أعرب سموه خلال اللقاء عن تقديره للتنظيم الراقي والمستوى المتميز الذي ظهرت به قرعة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة للرجال والذي عكس جهود الاتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة ومساعيه الطموحة للارتقاء بمستوى السلة البحرينية إلى أفاق جديدة تحقق لها المزيد من النجاحات والبطولات التي ترفع اسم البحرين عاليا وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية العناية بالتراث الشعبي الأصيل والحفاظ على الموروث الحضاري والعمل على نقله للأجيال القادمة حتى يبقى شاهدا على أصالة شعب البحرين وتحضره على مر العصور وشد سموه بالجهود للإحياء الرياضات التراثية العربية الأصيلة وتعزيز حضورها ومكانتها كرياضة صيد السقور وغيرها من الرياضات التي تجسد العادات الثقافية لدول المنطقة وتعمل على ربط الأجيال بثقافتها الأصيلة كما استذكر سموه إسهامات رجالات البحرين الأوائل وجهودهم المخلصة فيها شتى المجالات مؤكدا سموه أن أهل البحرين جميعا اشتهروا بخصالهم الطيبة وسبقتهم سمعتهم الطيبة في كل مكان كما أثنى سموه على دور القطاع الخاص في مساندة جهود الحكومة لتقوية دعائم الاقتصاد الوطني وتعزيز البيئة التجارية والصناعية والاستثمارية مؤكدا سموه أن القطاع الخاص شريك أساسي في جهود البناء والتنمية وأن الحكومة لا تدخر جهدا في دعمه وتقديم التسهيلات التي تكفل له النمو والتطور